صعب صعب المفكر الجزائري الراحل مالك بالنبي لخص هذا الواقع فالغرب الذي ينتج أدوات الحضارة هذه الطاقات الصناعية والتكنولوجية المهيمة نتخيل بأن فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ينشئون مصانع في الصين حتى يوافقون بين التكلفة وبين اليد العاملة المعقولة على أن تضمن لهم أسواق كبيرة وبالتالي فهذه الماكنة العالمية الاقتصادية تجعل من العرب على الهامش مثل ما قال مالك بالنبي نحن نعيش على الهامش لأننا لا نملك أدوات الحضارة وأمام ارتفاع النموذ ديمغرافي الهائل وكوننا مجتمعات استهلاكية حتى نتائج الريوع أو عائدات الريوع النفطية لم تعد تكفي لهذه المجتمعات الاستهلاكية وبالتالي كلما زادت عائدات الريع ستزداد التباعية للغرب لأن حاجاتنا تتطور كثيرا والتخلف التكنولوجي يتاسع أو ما يسمى الفجوة أو القاب الرقمي بين الشمال بصفة عامة والجنوب بصفة عامة وبالتالي كما قلت يعني الأوراق الاقتصادية لتكوين وحدة العربية حتى منطقة التجارة العربية الحرة التجارة البينية لا تتعدى 3% من حجم المبادلة التجارية العربية التي 97% تتم مع دول من خارج البلدان العربية هذا الواقع المزري هو لديه الكثير من الأسباب فيه ما هو متعلق بالأنظمة بالفساد بعدم تدسيد إصلاحات حقيقية لهذا الوطن العربي الذي فيه تقريبا 400 مليون نسمة سوق واعدة قوة شبانية كبيرة جدا لكنها غير مستغلة اليوم فقط أتابع تقريرا حول تونس أمس فقط تمت سجيل 34 محاولة هجرة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية ولك أن تتخيل هذه الأخبار عبر وسائل الإعلام العالمية وبالتالي فهذه القمة العربية نأمل أن تكون بداية ربما لما صار طويل جدا لإصلاحات والنهضة وتطوير هذا الواقع العربي وحتى كما قلت لك نحن من جانب الإعلام والتحليل السياسي ربما نعلق أمال كبيرة ونطلق الكثير من الأحكام المسبقة لكن ميدانيا هامش المناورة سيكون ضعيفا وسيكون صعبا جدا بالنظر إلى أن مختلف القضايا التي ستدرس هي بيد القوى الكبرى ومنظمة الأمم المتحدة والكثير من القوى الإقليمية